أنا لوكا صحبة قناة مننوعات علام لوكا بتشرف بيكو في قناتي لو أنت اول مرة تشوفي فيديو لي اشتركي في القناة بصرعة بصرع عشان كل ما نزل فيديو وصلك إشعار بيですね باحبي بكم في الله و بشكر كل ما نضم القناة مننوعات علام لوكا بس ما تنسوا لايك و بتنسوا الايك إذا ك développement لك عشان القناة تكبر انا قناتي مش هتكبر الى بيكو انتو يا احلى اخوات ليه على اليوتيوب بحبكم في الله تعالوا بقى شوفوا النهاردة انا هعمل ايه النهاردة اه هعمل ارقيش اه جوزي مسافر فقلت بقى ان انا اعمله ايه ارقيش كده هيخدها معاه تبقى موجودة معاه في الصفر انت عارفين بقى اللي بيبقى مسافر برا هو يعني مش مسافر برا مصر ولا حاجة بس هو شغله بيدا عندنا شوية بيجينا كل 15 يوم فبالتالي قلت كده ايه يعني هنا 2 كيلو دي اعملهم كده ارقيش اخدهم كده معاه يلا بقى نبدأ ونشوف احنا نعمل ايه بس قبل ما نبدأ كده ونقول اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله ونبدأ ونتوكل على الله بسم الله توكلنا على الله علقت على اللبن غلى وطفيت عليه عشان يبقى دافي لانه احتاج اللبن يكون دافي علقت على السمنة علشان تسيح وتسخن شوية انا اعمله على البارد مش هعمله مش هعمله على السخن وجبت السمسم وبدأت ان انا احمصه كده على البتجاز عشان ياخد اللون الدهب بتاعي تمام وخلاص كنت ضافيت على السمنة وعلى السمسم جبت طبق كده وهنزل فيه 2 كيلو دقيق انا هعمل 2 كيلو دقيق واحط طبعا رشة كده من الملح وكيس بيكنج بودر وكمان بحط معلقة جبيرة من بهرات الكحك وهنزل السمسم بعد ما ديته اللون الدهبي زي ما انت شايفينه كده هقلب بقى كل المكونات الجفة دي كلها كده مع بعض مع ده الخميرة الفورية الخميرة الفورية هحطها مع اللبن هنزل بقى بالسمنة السمنة سخنة لكن مش بتغليه تمام ده اسمه كده على البارد يعني مجرد ما السمنة كده تسيح وإيه تبقى دافية تمام او تبقى سخنة بتاعتها بسيطة هبدأ ان انا اضيف السمنة كده واقلب كويس جدا بالمعلقة بعد كده هبدأ ان انا اشيل المعلقة وابدأ بقى ان انا اعمل وبقى ابسسه كده باديه كل ما تبسسي كل ما تبقى ريحته جميلة الريحة كانت طلعة جميلة جدا بجد يعني كانت تحفى حطيت كمان هنا كوبية لبن كده مع كيس الخميرة فورية مع معلقة سكر كبيرة وقلبتهم سبتهم كده على جنب الغاية مخمره وبدأت ان انا اضيفهم وقلب كويس وابدأ بقى ان انا اضيف اللبن حبة بحبة طيب استخدمت قد ايه سمنة استخدمت على اللي اتنين كيلو استخدمت عليهم اربع كبيات سمنة حابة انت تحطي يعمليهم سمنة وزيت تمام براحتك انت بقى وبرضو استخدمت اربع كبيات لبن هبدأ ان انا اضيف اللبن شواب شوية واقلب زي ما انت شايفين كده طبعا عجنت القرقيش بنش بنعجنها لأ احنا بنبسسها بنقلبها وبنلمها هبدأ ان انا قلم بقى العجن بتاعي لكن مش بعجنه انا بلمه هغطي بقى وهسيبه حوالي تلاتين دقيقة وطبعا في الفترة دي عملت العجوة عملتها كده على البتجاز وبعد كده بدأت ان انا بقى قفلت غطى البتجاز وقلت عامل ايش كده عليه آه طبعا دي ده الشكل التقليدي اللي كلنا عارفينه كلنا بنعمله في بيوتنا بفردها كده وبجيب بقى القطع وابدأ ان انا قطعها وهجيب ثانية وابدأ ان انا ارص فيها الارايش الاشكال بقى اللي انت حبها كلها اعمليها انا عامل كمان معاكم شاكلين مختلفين بس بدأت الاول آه معاكم بالشكل التقليدي اللي احنا كلنا عارفين الارايش السادة تمام خلصت كده صنية هبدأ ان انا اعمل شكل تاني مختلف خالص اللي هي آه القرص بقى حشيها عجوة مش هعط بقى اقور وارسوم جنبي وامسك واحدة واحدة لا في ساعتها كده باخد الحتة وحط بقى حتة الايه العجوة ويه بقفل عليها وادورها كده واضغط ضغطة بسيطة طب هوا ده الشكل ما احنا عارفينه برضو يا لوك اه بس انا لسه هوريكو بقى الرسم اللي انا عاملها فيه وهي مكانها كده اه حب انك تنقوشي بقى ويبقى منقوش بالعجوة زي الكحكة كده اللي هو بالعجوة اوكي ميشي زي ما انت يا حب هجيب بقى فنجان كده القهوة بتاعي وابدأ ان انا اعمل فيه رسومات كده زي ما انت شايفين واضغط ضغطة كويسة جدا عشان لما تخمر وتقب الرسمة ما تروحشي منها لاحظ ان لازم يكون فيه فراغات ما بين القرصة والتانية ودي اه ده شكل شكل تاني وهاركم برضو الصينية دي بقى على جنب وتعالوا بينا نعمل شكل تالت هجيب بقى قطعة كده ادورها وهفردها بالنشاب زي ما انت شايفين هعملها على هيئة كده مستطيل دي هحشيها عجوة هبدأ بقى ان انا اساوي كده الاطرف بالسكينة العجوة بقى اه المفروض ان انا كنت جبت كيس تلاجة فتحته وحطيت العجوة وحطيت علي كيس تلاجة تاني وفردته بيننا الشابة يعني بس للأسف ملقيتش عندي كيس تلاجة فبدأت ان انا امسك حتة عجوة كده قطعة بقطعة وفردها كده على ايدي وابدأ ان انا احطها على العجين قلت ان انا اتصرف وخلاص كده بس الافضل الطريقة اللي انا بقولك عليه تيجي بكيس تلاجة وتحطي عليها العجوة وبعكيها كيس تلاجة وتفردي بيننا الشاب هتبقى رؤياء معاك وتفردي القطعة اللي انت عايزها بسمكه ايه رؤياء جدا طبعا زي من شفته كده انا عملت هنا ايه لفتها رول وبعد كده بططتها كده شوية مش قوي وبدأت ان انا قطعها برضو بالقطعة برضو الشكل ده كان جميل وشكله كيوت كده وصغير كده وحال لو انت عايزة المقاسة الاكبر ممكن تقاتي لفها رول كلها تمام بس انا طبعا اسمتها نصي كنت حب انا الشكل الصغير ده برضو عملت اللي بقيتها بنفس الشكل زي منت شايفين كده مشكلها جميلة جدا ملفوفة من جوه ازاي بالعجوة وشكلها طحفا هسيب بقى اه طبعا كملت بقى البقيين برضو اه ارقش سادة ودي بقى الصواني كلها اللي هما اللي اتنين كيلو تمام عملولي كمية حلو بدأت بعد مرور ساعة ساعة ونص سخنت الفرن كويس جدا وشغلت الشواية على نار هادية جدا وعملت كده في الرف اللي ايه اه مش الاخير لا اللي هو في ايه على طول تمام والصينية كانت بتقعد في الفرن حوالي اه 15 دقيقة او 17 دقيقة ولما كنت بحس ان هي هتاخد لون الدهبي بسرعة كنت بطفى عليها من فوق انت طبعا بتبين انت عارفة النار بتاع الشواية بتاعتك النار بتاع الفرن تخلي بالك ان اللون من تحت يبقى لونه دهبي وجميل وكمان اللون من فوق يكون لها دهبي برضو وجميل اه لو حسيت ان انت سيبتها حوالي 10 دقيقة ما بدأتش انها تاخد لون الدهبي من تحت حاولي تعلع لها النار شوية حسيتي برضو ان هي قعدت 10 دقيقة ولونها من فوق ما جابش اللون الدهبي علي الشواية شوية بعد مرور 10 دقيقة لغاية ما بيبقى لون هكده اه فيه ارائيش تانية بتعمليها على السخن ان شاء الله هعملها معاكم في رمضان لان دي طبعا من ما بكون بعمل كمية مثلا هتقعد معايا اكتر من اسبوع بعملها كده اكما بكون عاملة 2 كيلو ولا حاجة بعملها بالطريقة دي واشوفكو في فيديو جديد ان شاء الله مع السلام